اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى عزائي المشاهدين احمد وكريم هنتكلم عن صفقات وتحليل صفقات النادي الاهلي الشتوية نبدأ باخر صفقة نبدأ باخر صفقة نبدأ بالزنفولي لان زنفولي عليه كلام كتير ماشا اول طبعا النادي الاهلي حصل طبعا ان اصابت الشناوي عشان تعوض الشناوي طبعا الشناوي احسن حارس في مصر ده بلا جدال وفارق عن اي حارس فانت بتنقذ موقف ان انت بتحاول ان انت بتجيب حارس يبقى عامل شغل كويس واداء كويس مع فرقته ويقعد بقى ينافس عندك مصطفى شوبير عندك حمز علاء ما ننساش يا جماعة مصطفى مخلوف ده حارس كويس جدا هتشوفوه مصطفى مخلوف ده حارس اللي هو موليد 2003 وفي حازم جمال موليد 2005 اربع حراس وبيجي لهم الزنفولي الزنفولي لو استعرضنا ارقامه معنا الجرافيك اللي فيه ارقامه هنلاقي ان هو قدامنا الارقامه بص يا كريم السن 31 سنة الطول متر وتسعين يعني فارق عن الشنة واحد سانتي ده في البرق في ال كريم مش مسد كريم مش مسد لا زنفولي طويل زنفولي طويل لعب هو لعب على فكرة هو بيقدم احسن مواسمه مع الداخلية ليه بقى بص هو لعب 11 مطش اكتر حارس عمل تصدي للتزديدات في الدوري محمود الزنفولي يمكن الرقم ده مفاجئة اش كتير يعرفوا الرقم ده ان هو اكتر حارس تصدي للتزديدات في الدوري 43 تزديدة اكتر حارس انقص تزديدات من داخل السندوق في الدوري 26 تزديدة حافظ على نظافة شباكه اربعة كأنه رأي برضو ان هو بيلعب في الداخلية اللي هو القبل الاخير على الدوري استقبالت شباكه واهداف 15 هدف في رقلات الجزاء ده في ظل ان هو اكتر حارس تصديا للكرات وبالنسبة لرقلات الجزاء هو مش مميز فيها بينا من الارقام ان هو ما تصداشوا ولا رقل الجزاء من ثلاثة دقة التمريرات الطلية 36 رقم كويس يعني اكتر من التلت بالنسبة للحارس بيقول ان هو رقم كويس فالارقام بتقول ان احنا عندنا حارس عنده رد فعل كويس بيتصدر التزديد بشكل كويس بس انا شايف انه عنده مميزات ايه بقى اللي محتاج لسه هل انت لما تخش نادي كبير زي النادي الاهلي تستحمل الضغط الجماهيري بتاع النادي الاهلي ده بقى اللي الزنفول يرد علينا فيه ان انت لازم تستحمل الضغط لازم تخش في الاجواء دي النقطة الحاجة التانية ان هو يعتبر المنافسة اللي هيخش فيه بس هو لعب في نادي جماهيري يعني هو لعب في الاتحاد السكندري صحيح يعتبر طبعا نادي جماهيري فلعب في نادي جماهيري فيقدر ان هو يستحمل الضغوط فدي حاجة برضو تحسب فانا شايف ان هو حل كويس عنده ارقام كويسة الارقام بتقول ان هو مش مميز او في رقلات الجزاء بس نرعي برضو ان بالنسبة للارقام يعني استقبل 15 هدف في 11 ماتش ان هو بيلعب في الدخلية طبعا الدخلية كوامل الاحترام للدخلية بس هم القابل الاخير على الدورة فنيا ان هو بينفسه على الهبوط فصفقة انا شايفها صفقة ان شاء الله تكون مكسب ويعمل منافسة مع مصطفى شبير وحمز علاء ومصطفى مخلوف وحزم جمال حزم جمال طب انا حبل الارقام وعايز اوجه للزنفولي رسالة فضل هو طبعا الزنفولي لما نشوف السيناريو بتاع انتقاله السيناريو بصراحة فيه رسال كتير الزنفولي كان واحد من الناس اللي دخل في صفقة انتقال محمد ابو جبل للنادي الاهل وكان الزنفولي نفسه كان رايح كبديل لمحمد ابو جبل فيه البنك الاهلي لما صفقت ابو جبل يعني فشلت وما كملتش فطبعا الزنفولي انتقاله بالدخلية للبنك الاهلي توقف وبالتالي انا اعطاك هوا ساعدة كان مدايب جدا بس انا عايز اقول له اللي انت كنت مختارة بصراحة تعالى كان مختار لك حاجة افضل صحية وانت كل امانة كل الدايرة اللي ع حولين الزنفولي بتقول ان هو يعني هادي جدا وجميل وعى المستوى الشخصي حصية جميلة اه جدا 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 اه طب انا عايز اقول له ببساطة بجامل الاركام اللي احنا كمنا فيها دي انت عندك فرصة انك تصنع اسمك تاريخي ودائما حارس المرمى في تاريخ مصر كلهم بصراحة بيصنع الاسم بعد تمانية عشرين ساعة عشرين سنة انا مؤمن بهذا يعني في مصر يعني طبعا فانت ها عندك فرصة اه طبعا هيبع عليك ضغط اعلامي عمرك مشوفته في حياتك هيبع عندك ضغطات جماهيرية عمرك مشوفته في حياتك هيبع عندك ضغط سوشال ميديا صعب جدا انت محتاج فعلا انك تثبت ان الفرصة دي انت تستحقها تستحقها منين ان انت النواقص اللي عندك تكملها المنافسة اللي تخش فيها تبقى اه اه تحاول تتطور تحافظة على نفسك تحافظة على نومك تحافظة على اكلك دي فرصة ليك نجاحها بالنسبة لك بعد ستة شهور اذا النادي الاهلي قرر ان هو يشتريك بشكل نهائي وانا اعتقد يعني من كل الفيتشور زي احب تسمحها عنك انت تقدر تعمل ده بس بصراحة موضوع من السهل وعايز منك شهور ومنافسة كبيرة جدا مع تلت حراس في كمان بس بالنسبة للزنفولي معانا صورتين ان هو واخد الاعلى تقييم في فرية الداخلية السنة دي نجيب بس الصورة حلاه ان هو بص حضرتك هو اعلى تقييم في فرية الداخلية واخد سبعة واثنين من عشرة يعني احسن لعب في الداخلية السنة دي محمود الزنفولي كمل هادو الصورة اللي بعدها هنا ده الاعلى تصدي اللي هو الاعلى معدل تصدي للتزديدات في الدوري الزنفولي واخد تلاتة وتسعة من عشرة في المطش الواحد يليه احمد مسعود يليه محمد بسام في التصدي للتزديدات في الدوري